كيميس تطورات في المشهد السياسي اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ما هو المشهد الجديد؟ هلا بك أحسن بالفعل الساعات الماضية شهدت تحركا سياسيا من مقر إقامة رئيس المجلس الانتقالي بالعاصمة السعودية الرياض عيدروس الزبادي اجتمع بأعضاء مجلسه في عدن عبر الاتصال المرئي وفي الاجتماع أطلع أزبادي أعضاء مجلسه على مجمل النشاط التفاوضي لوفد الانتقالي بشأن تنفيذ اتفاق الرياض ونتائج لقاءاته بالبعثات الدبلوماسية أيضا أزبادي قال خلال اللقاء أن هناك خطة تقدم بها المجلس الانتقالي بشأن إعادة تموضع القوات العسكرية للانتقال والشرعية أيضا في أبيان لكنه حتى الآن لم يكشف عن تفاصيل هذه الخطة هنا نذكر أن الحكومة الشرعية على لسان رئيس البرلمان سلطان البركاني أكدت قبل يومين أن الأيام القادمة ستشهد تطورات في اتفاق الرياض في الشقين الأمني والعسكري أكدت أيضا حينها أن الأمور تحلحلت وتحركت باتجاه تشكيل الحكومة المرتقب وفقا للاتفاق مناصفة بين الشمال والجنوب وهو أيضا ما كرره اليوم رئيس المجلس الانتقالي حسين إذن الحكومة باتت قريبة الحكومة التي اتفق عليها يا ميس مناصفة بين الشمال والجنوب بحسب الأخبار التي تصلك حسين المؤشرات طبعا لدينا من الرياض تقول وتأكد أن هناك نجاح السعودي لتحقيق إنجازات بين الأطراف وأن المشاورات بين الأطراف السياسية حسمت بعض الخلافات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية وفقا لخارطة الأحزاب والمكونات السياسية شمالا وجنوبا على أن تكون حكومة شراكة تحتمد على الكفاءة في المقام الأول وهو ما يؤكد عليه اتفاق الرياض ولكن حتى الآن يبدو أن عدم اكتمال الترتيبات العسكرية الميدانية هي المعوق الأساسي وهو ما يجري العمل عليه من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة التي يدعمها تحالف دعم الشرعية الذي يؤكد المجلس الانتقالي غير مرة وهو طبعا ما ورد على لسان عيدروس الزبيدي على التعاون مع تحالف دعم الشرعية سواء في تنفيذ اتفاق الرياض أو غير ذلك ويصف العلاقة بينه وبين التحالف علاقة شراكة استراتيجية نشاهد أحد تصريحاته في لقاءاته التلفزيونية السابقة وحديثه عن التحالف نتابع المركة العربية السعودية هي قائدة التحالف العربي والكل يعني مجمع ونحن نحترمها والملك سلمان هو طبعا ولي أمر العرب والمسلمين كامل نحن نتكلم هذا التلام أيضا بخصوص التسريع بتنفيذ آلية الاتفاق التقى السفير السعودي محمد سعيد الجابر بالمبعوث الأممي مارتيني جريفتس عبر الاتصال المرئي وناقشها اتفاق الرياض ضمن الجهود لتحقيق إنجاز جديد بين الأطراف اليمنية فيما يخص طبعا استكمال أخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها أيضا فصل القوات في أبيان وإعادتها إلى الجبهات وبالنهاية تشكيل حكومة جديدة حسين وهذا على ما أعتقد ياميس ما يريد أن يعرفه الناس في الداخل اليمني إذا كانت هذه الحكومة قريبة أو لا بالطبع والمؤشرات تقول إنها قريبة جدا نعم شكرا جزيلا لك يا زميلة ميس الحربي من القاهرة ينضم إلي